الفنانة ودكتورة ساميرا محسن اتخرجت من المقهد العالي للفنون المصرحية وحصلت على دكتوراه في التمثيل والإخراج بدأت مشوارها مع التمثيل في بداية الستينيات من خلال السينما حيث شاركت في عدد من الأفلام زي شاء والبنات وهارب من الحياة والرسالة الأخيرة والشيء من الخوف أيضاً بدايتها مع التلفزيون كانت عام 64 من خلال مسلسل الضحية كاميرا فلاش كان لها لقاء بالفنانة والدكتورة ساميرا محسن واللي كلمتنا عن معهد الفنون المصرحية وأكاديمية الفنون وكمان كلمتنا عن أهم النجوم اللي تخرجوا من المعهد ودورها في مسندة شباب المعهد للعمل في الأعمال الدرامية تعالوا نشوف اللقاء ونرجع لحضرتكم مرة كثيرة الحقيقة جمهور الكبير ما كنا معطردين عليه علشان الكورونا بس حسنا أن الطالب ده العرص بتاعه فرحه يعني فرئيس أكاديمية الدكتور أشرف زكي قال يدخل جمهور بعدد ما زيتش عن 50 هيئة فترة اللي فاتت كانت الأكاديمية وطلابها وقرجانها عدد قليل اللي بيشتغل فالنظام كان يعني ما بيبصش للمتخصص لما حضرتك بتدعب بتروح للدكتور ولا المهندس للدكتور طب إحنا بنخرج ممثلين بياخدوا ممثلين من برة أنا إلى الآن في ناس يجي 100 واحد ما عرفش أسميه خالد النبوي، الهام شهين، أحمد السقة، أحمد حلمي، مجد كيامل، رمز جلال، روجينا، أشرف زكي، مجد الكدواني، رانيا فريد شاوي، بنزاوم وبيسعله شاركة الفنانة والدكتورة ساميرا محسن في الدراما التلفزيونية في العديد من الأعمال الدرامية زي مشاركتها في خلطة صفية والدير، الزيني باركات واللي قدمت طبعا العديد من الأدوار المتميزة في السنوات الأخيرة زي مشاركتها في مسلسل حكاية حياة مع النجمة غادة عبد الرزق أما للسينما فشاركة كبار الفنانين والنجوم أعمالهم زي مشاركتها الزعيم عاد الإمام في فيلم الإنس والجن أيضا شاركة النجم الكبير الراحل النوري الشريف في فيلم كتيبة الإعدام تعالوا نكمل الجزء الأخير من لقاءنا وكمان كلامنا بالفنانة سامير عموحسن واللي هتكلمنا فيه عن طلبة المعهد وكمان عن علاقتها بالطلاب في المعهد تعالوا نشوف اللقاء طريق صبري ده أنا اللي جابيه المعهد وأطنعته لأنه أخريه جهندسة ودرس هنا أربع سنين وامتحانه بمجمع دراسات أولية كمان بيعمل دراسات أولية آخر واحد جبته طريق صبري والحمد لله دلوقتي بشتغل كويس قوي طريق هو مش ممكن الحب بيتولد من ناحية واحدة على قد ما بتديه على قد ما بتاخد يعني أنا بدرس ومتفانيها مع الطالب عشان يطلع بشكل مشرف وشكل واعي والطالب بيبقى حاسس قد إيه أنا مهتمية بيه وقد إيه ببس الجاهد معاه وبعدين ما بقتعش علاقتي بيه يعني أنا كل اللي أنا قلت لك على عساميهم دول قريبين مني جدا يعني فيه تظاهر يعني ما قدرش أقول لك أنا لو قلت أي مليون واحد هيجيني وعلى اتصال دائم يعني وأتمنى لهم يكون حظهم أحسن حظ في الوجود الدفع دي كانت معي السمسر اللي فات فهم مطمئنين إن أنا موجودة لو أنت جيت قبل فتحة ستار هتلاقي الدفع اللي أنا خرجتها من أسبوع عادة حوالي أنا يعني فيه ربطة ما إن أنا ببقى قاسية جدا جوا المحاضرة ومحبة جدا برا المحاضرة وبعدين هم بياخدوا ثقافة رهيبة كمان غير التمثيل